وفي عربي بوصف الانتخابات التركية وزير الداخلية التركي يكشف عن لقاء بين المعارضة وسفير دولة أوروبية تحدث عن تسجيل صوتي حول الانتخابات كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن لقاء جرى بين الطاولة السوداسية لتحالف المعارضة وبين سفير دولة أوروبية لطرح مسودة اتفاق عليها مؤكدا أنه أبلغ وزير داخلية هذه الدولة الأوروبية بما سيفعله وبما يفعله سفير بلاده وعن تدخله في الانتخابات التركية حيث يمتلك سويلو تسجيلا صوتي عن ذلك في مقابلة مع قناة خبر تركي التركية في الرابع من مايو قال سويلو تم إرسال محضر لقاء الطاولة السوداسية إلى سفير إحدى دول الاتحاد الأوروبي في تركيا عبر ممثلين رسميين عن المعارضة مضيفا نمتلك تسجيلا صوتي عن ذلك سويلو أضاف قبل أربعة أشهر جاء وزير داخلية هذه الدولة الأوروبية إلى تركيا وأبلغته بما يقوم به سفير بلاده لدينا وعن تدخلاته في الانتخابات التركية كما رد سويلو على سؤال المذيع بشأن دليله على اتهام الولايات المتحدة بمحاولة عمل انقلاب عبر الانتخابات وقال ما الخطأ في ذلك حيث سشد وزير الداخلية التركي بتسجيل مصور للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وهو يتحدث عن الإطاحة بأردغان بوسطة دعم المعارضة التركية بعد فشل محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 وتابع الولايات المتحدة تريد عبر الانتخابات فعل ما لم تتمكن من فعله في الانقلاب وهناك محاولة للانقلاب والانتقام من السنوات العشرين الماضية عبر هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر